بسم الله والصلاة والسلام وعلى عشق في خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم في إكسامبلز للشابتر نمبر تو نيوتنز لوس أوف موشن سنأخذ بعض الإكسامبلز كحاجة كأكسرسايز على قوانين نيوتن للحركة نأخذ مثال الأولاني مثال الأولاني يقول لك أسليندريكال ألمونيوم رود سليندريكال استواني يعني تقضيب ألموني استواني تقضيب من ألمونيوم على هاته استوانا has a radius of r r تساوي 1.2 سنتيمتر and length of 2 meter والقلة became two meters تمام؟ two meters what is its mass؟ يبعيز الكتلة تمام؟ الدensity OF ALUION الدايانة بفردة فعلت في المسأله الدensity RO OF ALUION التساوي كم 2700 كيلوجرام متر to the power of minus 3 يعني كيلوجرام لكل متر مكعب ايبانى عندي اذن المسألة بتاعتي بسيئة كده عندي استوانه لكده Aluminium cylindrical Aluminium root قضيب الاموني على هذه التسوانة. النصف القطر المدهوني هو R. والل معروفة. الو ال هو ارتفاع. ده ال ال. عايز الام. ومديني الدنسيتي. اسأل نفسي. انا دايما في اي مسألة قبل اول مبدأ في افكر في الحل. اسأل نفسي. ايه العلاقة بين الام والرو? والبعادل مدهاني. اه. انا الام اللي هو عايزة بتسوي رو في الفي. اهو دي بتشوف اول خطوة دي. لو احنا عملنا خطوة هي كأننا خدنا خمسين في المئة المسألة. لان دي بداية الخطوة الصحيح. اعرف القانون. رو بسوي ام على في. كتلة على حجم. يبقى الام بسوي رو في الفي. يبقى الام تساوي رو لهمين? الف سوزن سيفن هندرد كيلو جرام. طبعا هنا. الحاجة المهمة جدا برضو ان الابعاد تبقى سيم يونت. بمعنى يعني مثلا سستخدم الاس اي يونت. النظام العالمي الوحدات. المتر وكيلو جرام والسانية. يبقى ابعادي كل الاطوال بالمتر. كيلو جرام يبقى كل الكتل بالكيلو جرام. ثانية يبقى كل الكميات الفيزيائية اللي فيها الزمن يبقى لازم بالثانية. انا مديني الكسافة بالكيلو جرام لكل متر مكعب. اخ كوي. يبقى اسيبة زي ما هي. طبع استوانا. الاستوانا عبارة عن مساحة هي. مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة عبارة عن دايرة. مساحة هي باي ار سكوير. والارتفاع يبقى ده الحجم. يبقى تساوي. توساوزند سيفن هندرت مضروبه في باي. هي تلاتة اربعتاشن من مية. مقدار ثابت معروف. والار. الار اهي. مديني بكام. 1.1.2 سنتيمتر. دي المشكلة بقى. ما هنفعش استخدم السنتي والمتر. لا استخدم المتر هتقول. يبقى لازم احولها للمتر. احول المتر يبقى نقسم على كام. يبقى 1.2 على 100. يبقى تديني كام في الاخر. هتديني في الاخر. او. 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 من الف. الكل ايه? مربع. مضروبه في ال ال اللي هي مين? اللي هي تو. هستخدم الاعلى الحاسبة. في طبعا في الان انا اضرب كل الكيميات الموجودة عندي. تديني في الاخر ان الام تساوي. تو بوينت فورتي فور كيلو جرام. يبقى اتنين و اربعة و اربعين مية كيلو جرام. دي الكتلة مين بتاعة الالمونيوم اللي هو محتاجها. خلاص كده? دي باسألة ازا كده. مسألة تانية برضو على قوانين نيوتن. بقى مسائل بسيطة وسهلة. جس انك ترفع دبانت لازم تبدأ بمعرفة القانون. اولا بيقول لك اتشيلد بوشز اسلد. طفل بيدفع زلاجة. اكروس افروزين بوند. على خلال خلال بحيرة متجمدة. وز اي? وز هوريزينتل فورس. بواسط قوة افقية اف توينتي نيوتن. يبقى الف تساوي توينتي نيوتن. اول ادي اول معطاة. اول من معطاة من المعطيات المطلوب. الموجودة في المسألة. دفع زلاجة خلال بحيرة بحيرة متجمدة. تمام سطح يعني خلال سطح متجمد. وهذا الدفع كانت بأشرين نيوتن. افروزين نيوتن. افروزين ايماني ح Lukasic. تعطي اخري اصلات تكون günهارت السطح مقطعاتان. اذا كانت ك BETرتزيلة بتتسارعط بمقدار كام. ايف انتم تساوي? 0.5 هاف بعد ان تتسارعط pirami m. taft لي د barnラد تهiri في تصارعطة. عايز مين؟ عايز الكتلة dz crooked therapistsة ابتل. عايز قطات الولد ده؟ تتاتي. هلالكتلة كام؟ دي اول مطلوب وحد. رقم 2 ولد آخر تمام M2 مثلا جلس على الزلاجة وكان الكتلة 60 كيلو جرام يبقى another child with mass of 60 كيلو جرام sits on the on the sled what the acceleration will the same force produce ما هو التسارع يبقى هنا التسارع مطلوب اذا دفعنا الزلاجة بنفس القوة التي هي 20 نيوتن التسارع يبقى بكام برغم ان القوة هنا هي تغيرت الكتلة تغيرت نحل اول مرة اول واحدة معروف ان from newton second law solution هنا from newton second law ان الاف بساوي m ايه لانه عايز مين هو عايز الام يبقى في هذه الحالة تساوي m تساوي force divided by a والفورس هو عبارة عن 20 والا كام 0.5 تمام في هذه الحالة يبقى الام تساوي كام 40 كيلو جرام يبقى داع ام الاولانية يبقى الواد الاولاني او الطفل الاولاني كانت كتلة 40 كيلو جرام هو عايز المطلوب الثاني بقى اتنئ تو المطلوب الثاني عايز التسارع لما يكون في طفل اخر تمام جلس مع طفل الاول حاجب اول حاجب اول حاجب الله طب التوتل ماس توتل ماس هي كتلة الكلية تساوي كام 40 بتاعت اطفل الاول فرس شال زاد 60 بتاعت الساكند شالد ساوي كام 100 كيلو جرامز ده التوتل ماس التسارع حيساوي كام في هذه حيساوي اف بساوي اف على ام اف على مين اف على ام اف بكام بتوينتي نفس القوة على ام الهوان هندرد لما يحسبها دب او بوينتو او بوينتو او بوينتو هنا ايه تسارع بميتر بير ساكند سيكورس شايفين التسارع جل ليه لان الكتلة زادت لان فيه علاقة عكسية بين التسارع وبين الكتلة تمام اشتركوا في القناة